بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفووا بالعقود أحلت لكم ذهيمة العام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله والشرح حرام والهدي ونلقى لا إذا ولا ولا آمين البيت الحرام يرتعون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطآدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم لنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوى واتقوا الله إن الله شديد عقاب حرمت عليكم الميتات والدم والحمل خنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والمقوثة متربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصوب وأن استقسموا بلا زلام ذلكم فسق اليوم يعيس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأسملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما نذطر في مخمصات غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ما زاء حل لهم قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فأكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع حساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المحصنات من المؤمناء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آسيتموهن أجورهن إذا آسيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قتموا إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضاء وعلى سفر لجاء أحد منكم من غائط أولى بسموا النساء فهم تجدوا فلن تجدوا ماء فسيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم لمسه وعلكم لعلكم تشكرون واذكرون لمسى الله عليكم وميثا قول الذي واثقكم به إذ قلت سمنا وأطنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بقصة ولا عشر من نكشن عن قوم على ألا تدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله قبير بما تملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مفرة واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصاب جحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا لمسى الله عليكم إذن قولا يرسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتساقوا الله وعلى الله فليسوك المؤمنون ولقد أخذ الله منه ساق بني إسرائيل وبعثنا منه اثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتم وأقرضتم وأقرضتم وقضوا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت النار فمن كفر عبد ذلك منكم فقد الله سواء السبيل فبما نقضه النذاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال ستطلع على خائنة من نمو إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم الصح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميساقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا ألا الكتاب قد جاءكم عسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويفوع كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يعلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في رضي جميعا ولله ملك السماوات ورضي وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعزبكم بذنوبكم بمن أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكساب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فرس من الرسل أن سقولوا ما جاءنا من بشير أن سقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكرون مسى الله عليكم وإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم ينت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا المقدسة التي كسب الله لكم ولا ترسدوا على أدبار ناركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن نفيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم اتخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب انسا وربك فق سلا فاذهب انسا وربك فق سلا إنا هلا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم فاسقين قال قال فإن هاب حرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون فرر فلا تسا على القوم فاسقين واتلوا عليهم نبأ ابن يادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقب من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إن إني أريد أن تبوء بإثمه وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك شزاء الظالمين فطوع فطوع له نفسه قسل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله براء بيرحة في رضي ليريه كيف يواري إثم أس أخيه قال يا ولس أعجس أن كون مثل هذا الغراب فأواري إثم أس أخيه فأصبح من النادمين بنجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفسه له فساد في رضي فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت أرسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في رضي فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نويهم فهم نمر ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتعوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تبلحون إن الذين كثيرا إن الذين كفروا لرن لهم نافرة جميعا ومثله معه ليفسدوا به من سوء ليفسدوا به من عذاب يوم قيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب نليل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أن تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في كبر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولمتوا من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون لكذب سماعون لقوم آخرين يحرفون كلمة من بعد مواضع يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوا وإن لم توته فحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزئ ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون لكذب أكلون للسحر فإن جاءوا كفكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يبروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بقصة إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إننا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي أولئيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والحذار بالسحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس أخشعون ولا تشعروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولنف بالنف والذن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آتارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه للإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ومعظة للمتقين وأن يحكم للإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إلك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمين عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ونستبع وعواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فأستبيق الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فعلا من ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون آف حكم الجاهلية يبهون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فأترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بفتح أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا آؤلاء الذين أقسموا بالله جد أيمانهم إنه لمعكم حبطت عمالهم إنه لمعكم حبطت عمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهما ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يطافون لوم تلائم ذلك فضل الله من يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويرتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا كتابا من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بأنه قوم لا يقلون قل يا أنا الكتاب هل تنقبون منا إلا أنا من ناب الله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه مرقردس والخنازير وعبد الطاهوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوا قالوا آمنا وقد دخلوا بكفر وهو قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدان وأقليم السحر لبيس ما كانوا يملون لولا يناهم الربانيون ولحبار عنقانهم الإسم وأكلهم السحر لبيس ما كانوا إصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مرسوقتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طهيانا وكفرا وأقعنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم قيامة كلما أوقذوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا اتقوا أكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولونهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تفس أرجلهم منهم أمة مختصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يد قوم الكافرين قل يا أنا الكتاب لسهم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طيانا وكفرا فلا تاسع على القوم الكافرين إن الذين آمنوا الذين هادوا والصابون والنصار من آمن بالله اليوم الآخر وعبر صالحا فلا خف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميتاق بني إسرائيل وأرسلنا إليه رسولا كلما جاءه رسول بما لا توى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله علي ثم عبوا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب لليم آفلا يتوبون إلى الله ويصفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن غريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يا قلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر الناي فكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا صنوا في دينك غير الحق ولا تتابعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان ذاود وعيس بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهن عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترا كثيرا منهم يتعوا اللون الذين كفروا لبيس ما قد مثلهم أنفسه أن سخط الله عليهم وفي عذاب هم خالدون ولكانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ستجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أسرقوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيتين وارذانا وأن لهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من حق مما عرفوا من حق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع قوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من فهل نهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحربوا طيبات ما أحل الله لكم ولا تتدوا إِنَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمَسَدِينَ وَاكُلُوا مِمَّا عَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَاكُلُوا اللَّهِ لَذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يُواخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِ يُواخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ فَكَفَّرَتُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَلِيْكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ وَقَبَهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامُ ذَلِكَ كَفَّرَتُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْخُرُونَ يَا أَيُّهُمْ آمَنُوا إنما القمر والميسر والانصاب والازلاب رجس من عمل الشيطان فالشانبون عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَذَا وَسَبَ الْبَضَاءَ في الخبر والميسير وَيَصُدَّكُمْ أَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصلاة فَهَلَمْ تُمْ مُمْتَوُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْفَرُونَ فَإِنْ تَوْلَيْتُمْ فَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْبُبِينَ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبنونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى أبد ذلك فله عذاب نليم يا أيها الذين آمنوا لا تسلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به زواعد منكم مديا ذلك الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليزوق وذال أمره عفى الله عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز زنتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه نتاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البحر مادة الحرم واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله كفارة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدياء القلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما عن رسول إلا بلاغ والله يعلم ما تدرون وما تكتمون قل لا إستوي الخبيث الطيب ولوجبك كثرة الخبيث فأتقوا هيا أولي للباب لعلك تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الشياء إن تبلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبلكم عفو الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا أحام ولكن الذين كفروا يفسرون على الله كذبا وأكثرهم لا يقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يلمون شيئا ولا يتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضمع إذا تبيتم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين الوصية إثنان ذواعد منكم إثنان ذواعد منكم أو آخران لغيركم إن انتظرت وفرض فأصابتكم مصيبة ماوت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لان الشريبه ثمنا ولو كان ذا قبرا ولا نتب شهادة الله إلا إذا من الآثمين فإن ارتبتم على أنهم استحقوا اسما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومتدينا إلا إذا لمن الظالمين ذلك أبنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بدأ أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يبين قوم الفاسقين يوم يجمع الله بسن فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عملنا إنك أنت عذاب غيوب إذ قال الله يا عيس بن عمر يا مذكر نعمة في عرك وعلى واندتك إذن يكسك بروح قدس تكلم الناس في المدى وكلاه وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثناء والإنجيل وإذا تخلقوا من الطين كأيئة الطيب إذني فتنفخ فيها فتكون طاعرا بإذني وأتبرقوا الكماء ونباص بإذني وإذا تخيج الموتى بإذني وإذ كفت بني إسرائيل عنك إذا جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا حيثوا إلى الحوارين أنا منوبي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذ قال الحواريون يا عيس بن عمر يمالي السطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن عمر يمالي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من عالمين وإذ قال الله يا عيسى بن عمر يمالي أن تقتل الناس اتخذوني وأمي إلهي لمن دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علته تعلم ما في نفسي ولا ألم ما في نفسك إنك أنت علام ضيوب ما قلت له إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دوت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من فتها نهار والدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات ورض وما فيهم وهو على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر